اشتركوا في القناة لما بقول رأي أو بقول حاجة بقول رأي كوجة نظر ممكن تخدها من هنا وتطلحها من ناحية تانية ونساها خالص كأني ملتقاش لكن لو النهار ده أنا قررت وأنا عيني على موسم جاي صعب جدا جدا أنا مصفق الحقيقة على النادي الأهلي يا أب جد صعبان عليا جدا الأهلي السنة الجاية مش عارف بصراحة موسم زي ده وكان الله في عون مارسل كولر وكان الله في عون اللاعبين وكان الله في عون إدارة النادي الأهلي وكان الله في عونة كمان إحنا كمان يعني لما تكون هتلعب كاس عالم وتلعب انتركنتيننتل وتلعب دوري أفريقي وتلعب دوري أبطال وتلعب سوبر إفريقي وتلعب دوري وتلعب كاس السندي اللي أعتقد طبعا مش هيكمل وكاس السنة الجاية في موسم واحد عندك في تصفيات كاس عالم وعندك في بطولة قمم إفريقيا أنا لو لعيب كرة أنا أقولك أنا أعتزل كرة شكرا جزيلا مش عايزين يعني شكرا مين اللعيب اللي على سطح الكوكب ممكن يلعب كل المطشوات دي وانت عندك موسم يعني الموسم اللي احنا فيه ده خلص خلاص هو خلص العالم كله خلص لو انت النهاردة بتقول لي آه أنا المسابقات عندي أو الموسم المحلي انتهى النهاردة وقابل بقى وزي ما بنقول كده وعرض يعني للموسم اللي جاي عندك هو فترة شهرين ثلاثة خد راحة سلبية رايح لعيبتك اعمل معسكر اعداد على أعلى مستوى فكر في مركاته طبيعي جدا في توقيت طبيعي جدا تبيع فيه وتشتري زي ما انت عايز وحضر بقى يا باشا براحتك للموسم اللي جاي لكن ده الموسم بتاعك فاضل فيه 16 مباراة في الدورة والله اعلم كم مباراة في الكاس انت متخيل انت متخيل اللي انا بقوله لك انا بكلمك على موسم قدامه لسه على اقل شهرين يعقوبه على طول مباشرة موسم ولا اصعب فالنهاردة النهاردة يعني ده اقل الايمان اللي بيعمله ده مارس الكولر يعني انا اتمنى انه فيه لعيبة ممكن يبقى بالنسبة لهم انا عارف طبعا ان الاهلي بيلعب على كل بطولة عشان محدش ياخد كلامي بفكرة ان انا مش عايز بطولة الدورة لا طبعا عايز بطولة الدورة احنا النهاردة بيناها عايزين بطولة الدورة مش بس عشان احنا عايزينها لكن كمان عشان محدش تاني ياخدها يعني اغلب جباهي نادي الاهلي بتفكر بالقصة دي انه احنا ناخد الدورة عشان محدش تاني ياخده لكن في النهاية انت لو بتسألني انا فيه لعيبة ممكن اديها راحة لغاية نهاية الموسم مش بس ماتش الداخلية مبارح ممكن يلعبوا الماتشات التقيلة انت عندك ماتشين مع بيرامتز عندك ماتش مع الزمالك دي الماتشات اللي ممكن شوية تبقى محتاج فيها لكن فيه لعيبة بجد مستنزفة منهم الاسماء اللي رياحهم مارس الكولور في ماتش مبارح يعني سيبك مش الناوي طبعا لانه مش الناوي راجع من اصابة طويلة على المنتخب لكن عبد المنعم مروان عطية احسين الشحات يعني فيه لعيبة كتير في محمد هاني فيه لعيبة كتير في الاهلي الحقيقة المصفقة عليها مش بس الموسم دا لأ كمان الموسم اللي جعل لكن في جميع الاحوال خلينا نتكلم على مباراة الزمالك طبعا زي ما قلتلكم فيما يتعلق بغيابات مبارح هي كلها بقرار من مارس الكولور لراحة اللعيبة دي اللي بازلت موجود كبير جدا سواء مع المنتخب او مع الاهلي في الفترة اللي جاية واستعدادا وتحضيرا لمباراة الزمالك ان شاء الله يوم الثلاث فيما يتعلق بقايمة المصابين عشان يبقى الكلام يعني مظبوط خلينا نروح للتمرينة بتاعة النادي الاهلي وانسل مرسل بتاعنا هناك اعتقد زميلي كريم احمد هيكون معنا من النادي الاهلي هيتعملنا وهيعرفنا على تفاصيل التدريبة بتاعة النهاردة ومنه هنعرف كل التفاصيل المتعلقة بالإصابات خلينا اقول لكم كمان انه الفريق شغال طبعا نهاردة يعني بعد الفوز مبارح بدأ مرسل كولر في التحضير لمباراة الزمالك اللي هتلعب ان شاء الله يوم التلات دي مباراة الجولة السبعة والعشرين في بطولة الدوري احنا بنلعب النهاردة احوان لعب المباراة رقم تسعتاشر طبعا كل ده في اطار طبعا سعي الاهلي لاستعادة موقعه انت عندك النهاردة بتتكلم عن الفرق بينك وبين بيرامدز ست مباراة ست مباراة مؤجلة عندك رصيد بيرامدز اللي هو في الصدارة يعني مؤقتة ان شاء الله مؤقتة يعني تسعة وخمسين نقطة تسعة وخمسين نقطة الاهلي بعد مباراة الداخلية رفع رصيده لاثنين واربعين نقطة لعب أقل من بيرامدز كام لعب أقل من بيرامدز ست مباراة يعني لما تحسب 18 بيرامدز كسبتهم تعدي بيرامدز بنقطة لكن مش بس كده بيرامدز كمان عنده مطش معجل احنا ملعبناش مع بيرامدز في السيزن ده في الدورة انت عندك كمان مباراة معجلة مع بيرامدز نفسه يعني في حال تخطيت النقطة دي او تخطيت بيرامدز واستعدت الصدارة بفرق النقطة مباراة بيرامدز المؤجلة مكسبها يخليك كمان تبعد بأربع نقاط ونستنى مباراة الدول التانية حتى لقدر الله لو خسرتها هيبقى برضو التفوق لنادي الاهلي فان شاء الله بإذن الله الحزبة مش صعبة ما عندناش مطشات صعبة غير مطش الزمالك التاني ومباراة بيرامدز زهاب وعودة في الدولة دول المباراة اللي ممكن تمثل الحسم في اللقب السناني غير كده ان شاء الله بإذن الله بإذن الله قادر على انه مش عايزين بقى نتكلم على ضربات جزاء ونتكلم في حاجات صغيرة نرجو من تحكمنا بس أنا مش عايز كل شوية نعلم على الحكام بتوعنا قدينا شايفين في أوروبا الدنيا ماشي ازاي وازاي الحكم بيروح ياخد قرار في أربع وخمس ثواني ما فيش مباراة بتقف بالأربع والخمس دقايق فيش لمسات يد جواه منطقة الجزاء ما بتحسبش واضحة وضوح الشمس كل اللي في ملعب شافعة معادي حكم الساحة وحكم الفار يعني شيء الحقيقة يدعو للكوميديا لكن في جميع الأحوال نتمنى لتحكمنا يعني نتمنى إن شاء الله بإذن الله مش عارف ولما بيطلعوا برا مصر حكموا مطشط في دولة الأبطال ولا في بطولة أمة وأفريقيا بيظهروا في مستوى كويس جدا يعني شو تخيل إنه حكم ممكن أكيد الحكام عندهم انتماءات لكن ما اعتقدش إنه في الشغل في الاحتراف يعني الانتماءات تغلب ما اعتقدش واعتقد إنه إذا كنت بتتكلم على نجاحك في مكانك أو نجاحك في مهمتك أعتقد أنك مش هتحب أي نادي بتنتمي ليه أكتر من ما هتحب نفسك وإسمك وصمعتك ومستقبلك طيب نروح لبقية الأخبار خلينا أنا قلت لكم طبعا التمرينة النهاردة هنتابع لقطات منها إن شاء الله روح لنادي الأهلي كمان شوية عندنا عودة الشناوي مروان وعبد المنعم إن شاء الله هيكونوا جاهزين أمام نادي الزمالك وسام أبو علي بنسبة يعني 99% جاهز إن شاء الله يعني أعتقد أنه كمان هيبان في تمرينة النهاردة هيشارك في التمرينة النهاردة وأعتقد إن شاء الله بإذن الله هيكون جاهز في الفترة اللي جاية عندنا طبعا وسام مهم جدا طبعا يعني بالمناسبة الأهلي على مستوى الصناعة في مباراة 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 مثلا أو حتى في الثلاث مطشاط دول دايما ليه بأتكلم على مطشاط ما بعد التوقف لأنه معرفش يعني بحس إنه الفورمة اللي بيوصلها النادي الأهلي قبل التوقف بتبقى مختلفة تماما عن الشكل اللي بيظهر به بعد الفترة وده طبيعي ومنطقي واحد الفرقة ما بتتمرنش مع بعضها اتنين في لعيبة بتبقى مشاركة مع المنتخب سواء أوليمبي أو منتخب أول فبيبقى الانسجام إلى حد ما تأثر بشكل أو بآخر عملية الروتيشن على الرغم إنها ليها إيجابيات كبيرة جدا لكن برضو بيكون لها سلبيات فرصة اللعبة كتير تراهن عليها يعني منهم رضا مثلا أنا شايف إنه رضا خامة ما يختلفش عليها اتنين رضا سليم لعيب مبشر جدا جدا كوالتي النادي الأهلي الحقيقة لكن العدم المشاركة باستمرار مأثر بشكل كبير جدا على إنه رضا سليمي جيه في فورميتو وده ظهر في ماتش مبارح فأتمنى إن شاء الله إنه مع المشاركات ومع الروتيشن إنه لعيبة زي رضا سليم زي ناس كتير مش عايز أتكلم على رضا بس السلائي مبارح مثلا ظهر في جزء صغير جدا مبارح لكن ظهوره كان مؤثر جدا وهو اللي حسم التلاتة نقاط للنادي الأهلي مبارح فيه لعيبة كمان تحسى في الملعب تقيلة مش قادرة شبعانة كورة مستنزفة بدنيا يعني إن كان السبب فمحتاجة تريح شوية ولعيبة تانية تاخد فرصة واعتقد إنه قايمة الأهلي النهاردة يعني انت مبارح شفت الشوط الأولاني مثلا أنا دايما كنت براهن على بالذات في ماتشو زي الداخلية يعني ماتشو زي الداخلية فرع تلعب زون كلها ترجع وراء مش هيفتح خطوطه قدام النادي الأهلي توليفة أفشة مع إمام في المبارزة دي عملت فرق كبير جدا في أداة النادي الأهلي آه كان الحقيقة فيه رعونة فيه تصرع فيه عدم تركيز معرفش إيه السبب يعني لكن الشوط الأولاني مثلا خمسة ست والتاني فيه تلاتة أربعة لكن ما سجلتش منه بغير الهدف وكان هدف حلو جدا وملعوب جدا بتاع محمد مجدي أفشا إيه لعن جاءت تصويب السورية وخلصت التلاتة بونت طيب خلينا نروح لنادي الأهلي ونروح ل